مواصلين المشوار اليوم لخميس أكيد نبدأوا المشوار هذية مع فاطمة الفرشيشي سعيدة بحضورك مرة أخرى ويأتيك صحة على الالتزام قدش نفرح لحقيقة وقت اللي شوراكينا معاش نقول ضيوف الحيثة وقت اللي شوراكينا يجيونا ويجيونا في الوقت ويجيونا بالابتسامة ويبدأوا على ذمة مشاهدي نسمة صباح صباحك أحلى صباحات إن شاء الله يعيشك نهارك زين ونهارك مزيين بالخير مليان أنت وكل السيد المشاهدين وهذه ولت حاجة داخلة في الحياة المتاعي يعني ترسخت كرسالة بحب ما حليها الحاجة كينا عملوها بحب أكيد كل حاجة بحب أكيد إن شاء الله توصل اليوم بستعمل فينا زولة فاطمة كيف العادة في أغوار الذات مش نحكيه على ذواتنا قدش مهم إنه في وسط هجوجمة هذي كل متاع الحياة نسق الحياة المتسارع إنه نختليه برواحنا ونقرأوا ذواتنا ونرجعوا لرواحنا من هوني نبدأ معك أي عليش اخترتوا الموضوع ديما ما يكونش اعتباتي اخترتوا لأنك تسمعكين مع التكين حكيه مع العبيد ونقرأوا تسمعكين كل واحد يشكي والله أنا طيب أنا نسم ليح معاش فما أمان معاش فما خير معاش فما عبيد إذن الشر وين أين الشر الكامن ويني العبيد كل واحد يقولك أنا الخير كل واحد يقولك أنا بساج راديو وإلا تلف زولة حتى إنسان مهبت منشور عادي إلا ما تلقى أكل محبتين أكل مشككين أكل الموجعين أصحاب الكلام اللي ما وش في بقعة تنقوله فهذا يخليني باش ننشكل حاجة ومبعد ترجع تشوفهم العبيد ذو ما تقامح ليهم يعرفوا أين الخير وما كي من الخير وأين الحديث السوي وأين معني هالمشيعر النبي لو كل الخلل وين الخلل إذن في الداخل قد ما نقوله أرجعه ما را نقوله الإيجو ما را نقوله النفس النفس المطمئنة والأنفس لكن دي ما فهم حاجة ما كامل إذن يلزم الرقيب والمراقب يكون الإنسان هو بيده وروحه ساعة ما يفيقش نحن بشر الكمال ولله مثالش نخطئ ومبعد نرجعه المهم نرجعه للطريقة السوي سيح فما نيس تبعد يسر على ذواتها وفما نسبة مش شر مثالش خلينا اليوم نحطيه بواقعية شوية فما نيس عندهم الجانب كلنا عنا جانب شر وجانب خير ولكن نسب فما الناس جانب الشر متاحهم قوي برشا ما يفيقوش بروحهم فاطمة فما الناس ما يفيقوش بروحهم اللي هما لادغين اللي هما موجعين اللي هما محبتين يعني الناس هذو ما كيفاش يتعايشوا مع رواحهم السلام الداخلي ساعة بينهم ابن رواحهم موجود ما نتصورش السلام الداخلي موجود وإلا ساعات يحتروي غيب مش ما نكونوش لحقيقة خاطر ساعات تلقى عباد رواح ليهم معانتها عباد من نخبة داخلية وإلا نخبة ثقافية وإلا نخبة اجتماعية وإلا اللي هو علاش هالخلال هذي وين يزمنا نرجعه ونتسأله بايه يرى والإنسان وقت اللي يكون عنده تحفيز ويحب يكون كيمة لاخر وخير من لاخر بايه هذي هذي حاجة بايه أما وقت اللي يكون حسد وقت اللي نجاح لاخر يوجعك وقت اللي جميل لاخر والحاجة الحلوة اللي تراها في الآخر فيه ساعة تقلقك وقته أرجع لداخل وتسائل عليش لأنه هذيك خلال هو يلزم نكونو الارتقاء الروحي متاعنا حتى العدو إذا كان يعمل العدو سبحان الله ساعة فهمة الناس تكون ما تحبناش مش أحنا ما نحبوس الناس وإذا الإنسان هذيك تكون عنده حاجة عمل حاجة خطوة بياي عمل حاجة معنى تتحسبو له نقبلوه كالتشكيك وكل ما هو معنى هدخول في الآخر وسط القاس هو نوع من الاضطرابات النفس هو نوع من الاضطرابات ذواتنا الناس هذو اللي ما همش قادرين حتى مع رواحهم يخلطوا للتوازن حتى بش يكونوا متصالحين مع رواحهم مع أنفسهم الناس هذو عادة يعني علامة مرضية هذية إذا كان يخليوها ويخليوه الاسترسال متاحها إذا كان يخليوه التكرر متاحها رأي بش تولي مرض ومرض خبيث جدا جدا لأنه مرض الأنفس أصعب من المرض الجسدي ولا العضوي الدي والعضوي لكن النفس إذا كان تخليه روي يكبر وإذا يكبر فهي طعمة الكبرى وإحنا شنوه رسالة على الحياة إحنا وجودنا كله لرسالة وللأنفس دي ما نقولها إذا كان بش نخرجو من الحياة بش نخرجو بأفعالنا وبمشاعرنا وبأقوالنا منش بش نخرجو بما نملك وبما حصدنا وبما كسبنا إحنا بش نرتقيه بذواتنا فاطومتي كيفاش اليوم معناها الإنسان يوعى بعد ما يوعى أكيد إنه يقول أنا نحب نحب نبعد على نفسي من الشوائب نحب نبعد على نفسي من النقائز نبتعد على الناس النمامة نرتقي بروحي هذي يعني الاشتغال هذي كيفاش في مراحل أول أول حاجة وأول معناها نقوله أحنا كم المبوبة اللي تشعل في الحياة وردوا بالكم إذا نجاح الآخر يقلقكم وردوا بالكم إذا الجمال اللي اعطاه ربي وإلا الجمال المكتسب وإلا أي حاجة إيجابية عند طرف آخر تقلقكم ساعات فهمة ناس عشوائيا أهربوا على الحاجة هذي كنحبه هكيكا وذي كنحبوش وذي كعجبني وذي كنعجبنيش ما فهميش التقبل الآخر كما هو خلي نجاح الناس يكون لكم حافظ أنتو ما بيش تنجحوا ابتعدوا عن الحسد وعن البغضاء ابتعدوا على الإسقطات والأحكام ولا تدخل روحك ولا تعمل تجي حاجة ما تفهميش وما تراهيش لا لشيء سوى أنه قلقك وجودك الإنسان ذاك اللي يتكلم وقتها حتى في وجودنا ككل إذا بيش تسمعني ومعني تبيش تتقبلني كما أنا إسمع إذا مش متتقبلني معنيها ما تحاولش بيش تدخلني في دائرتك السلبية ولا تحطني محط كرة منك ولا انتقاد ولا استنقاس هذي هو الرجوع دي ما هكيك يكون دونك أحنا لحقيقة هذي فيه برشة ترفع كيف ما قلت يعني فما مجهود حبيت نقول مرة أخرى فاتمة أنه الإنسان يخدم على روحه هذيك عليش نقوله أنه السقوط بالمعنى المجازي سهل ولكن الارتقاء يحب له جهد ومش أي إنسان قادر على الارتقاء ولكن النجم نعاونوهم ببعض الرسائل والله الرسائل والذوابت والروابت إذا كانت تحط ذابتة طيب احنا كنشيبش نتعديه في الشرع ونلقاوه الظوء أحمر والكراهب مش اختر كنتعديه نحطه لروحنا زادة ذوء أحمر في حياتنا كونه نبعده على كل حاجة اسمها حسد وبغض وإلا جلد الذيت حتى جلد الذيت ما نرجعش لروحنا ليه أنا حسود أنا حقود أنا نقص ليه سمح روحك سمح الآخرين تقبل نفسك كما هي تقبل الآخر في كنف الاحترام في كنف الحب في كنف الشفافية في كنف اللي مشروط ما تقولش عليش أنا مفرق الأرزاق هو المولى عز وجل كي ما عطاه يعطي أطلبوا ربي يعطيكم هذا كان النبع الكبير نبعده على كل ما هو تشكيك ووجيعة في بعضنا هكي ترتقي الحياة وتمشي بين المسار طيب محله راي فصحة صغيرة وهالزلازل وهالدنيا الكل راي جيت لإيقاظنا ماذا بينا نستيقظوه مش نعرفوها راي لكل المرحلة صغيرة في سعطوفة الحياة راي صحيح وساعات قداش نحسوا بألم صديق ما نفيقوا به كان بعد ما لقدر الله جلطة يصاب بيها ويغادر ويفرق الحياة وقتاش نحسوا بألم إنسان تألم في صمت تألم بعد حس برشا ومبعد نسمعوا بيها اللي هو معاش موجود على البسيطة الأرض معناها موجعل حياة إنه نوصل إنه إنسان يتألم من إنسان آخر ويخليه وأنه يتحمس وإلا يمرض وإلا يفرق الحياة والحال إنه الحياة كلها لحظات بتبيعه أكثر من هذا اللي يوجع ويؤلم رأنا في الكون ديما نفكركم ونقولكم الكارمة وما تقولوش هي تقول في الكارمة وتعاود والله العظيم الكارمة لا تسيب حتى واحد وحتى ظالم وحتى قاسي إلا ما تأخذ منه قبل يعني في الدنيا فما بيلك في الآخرة ما نعرف ويش مع ربي سبحانه فالرجوع أحلى الرجوع أجمل حياتنا دي رحلة قصيرة عنش مننا نجعلوش رحلتنا ممتعة هي معنيها كأننا نعتبروا رويحنا في فرح كبير على مائدة من طعام ولكلنا فما ذيف بش يعجبنا وما يعجبناش نتقبله لكن يلزمنا في الاحترام ونستمتعوا بك المأدبة هذيك إن شاء الله على كلنا نحاول نشتغل على ارتقاء الروح ونحاول برشا عنا فقرات هالكوتشينج هذو ما اللي نحاول بالحق إنه كل مرة نمس موضوع ونغوص بكم في أعمق الذات نشكرك برشا فاطمة على القالب التونسي تونستلنا التنمية البشرية بطريقتك أنت شكرا ربي فضلك ويعيشك وبش نقول لك أنا من المنبر هذي اللي فم عبادة تبعنا إي ناس نساء كبار أكثر من ثمانين سنة ويتوصلوا معايا وفيهم الحاجة حسنة بن علي من سوسة اللي ديما تقول لي سلم عليها وما يجينيش المجال تسلم عليك برشا وتقول لك ربي يقوم السباح ونتبع البرغين محليها ربي فضلها وربي خليها على ذكر بربي عندي ذكرتني أنت يعطيك صحة فاطمتي أنا فم طريفون عزيز علي برشا البرح وانا محبتها شوية يا زيدا كلموني يشكون قالوا لي هذي حاجة عيشة من تطوين تحبك برشا وتحب تكلمك يريتم بعد نعديلهم يلا نعديلكم الرقم ونفيش قول حاجة عيشة نخلموها من نسمة الصباح قداش نحبكم قداش يمسلي حبك بار محليها يمسلي حب كل المشاهدين أملك بار بدرجة حاصة حتى أنا حتى أنا ربي فضلك وربي ديمك وهو ما عليش على خطر يتبعوا لأنهم وإنا فرحانة اللي يفهموا الكلم تقول لي أنا نفهمك يا فاطمة كنت قاعدة بحلي ربي فضلهم وهو بركة تحييتنا وبركة ديارنا يلا حاجة عيشة أكيد رك عرفت روحك خاطر قالوا لي ما تفلت ولا لقاء لنسمة الصباح خلي تليفونك حاضر بعد شوية يتلبوك إن شاء الله فريق اللي معي نشكرك فاتومت إن شاء الله نهارك أسعد وأجمل الصباحات محليها الإبتسامة يعني على بساطتها ولكن هي صدقة شوف محليها شوف ما أسهلها الصدقة بالإبتسامة فارقوها للناس اللي تعرضنا لكل إن شاء الله نهارك مزيان كيف ابتسامتك يعيش يعيش نهارك أسعد